شوف الدوائر معي الدوائر أول دائرة جع وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أول دائرة مكان البيت فبني البيت وصار له المزايا العظيمة ما في مكان في العالم يجب على المسلمين في كل العالم أن يأتوا إليه مرة في العمر إلا هذا ولا يوجد بناء في العالم يجوز الطواف حوله إلا هذا ولا يوجد حجر في العالم يجوز مسحه تعبدا إلا هذا ولا يوجد ماء في العالم يجوز شربه تعبدا إلا هذا طبعا تتشرب زمزم تعبد يعني تؤجر على الشرب الموية العادية ممكن ما تؤجر إذا بالنية العادية ما تؤجر ماء زمزم تشرب وتعبدا لتؤجر ما هو فقط لتروى الدائرة اللي بعدها المسجد المسجد الحرام جعل له مزايا كل صلاة بأكثر من مائة ألف صلاة الفريضة وأي شيء يشرع في المسجد أي صلاة يشرع في المسجد صلاة تحية مسجد ركعة الطواف كسوف جنازة تدخل في المضاعفات روح الدائرة اللي بعدها دائرة ليش؟ الحرم 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 طبعا أبعاده غير متساوية من الكعبة يعني مثلا أقرب نقطة للحل تنعيم طيب ممكن ستة كيلو بينما تجد جعرانة ستعش الشميسي من جاة جدة شمال خمستعش نعم وادي نخلة أربعطعش هذا الحرم له مزايا عظيم ما يدخلوا المشركون ولا تلتقط لقطة ولا تأخذ ولا يختلى خلا ولا يقطع شجر ولا يقطع شجر أي شجر نمى بالطبيعة شوف أنا سألت الشيخ مباز الله يرحمه قلت له يا شيخ في ميناء عندنا في شوك شجرة فيها شوك ننصب خيمة ماذا نفعل نقطع نخلعها قال لا ادفنوها بالرمل ادفنوها بالرمل حتى ما إيش نعمل مخالفة في قطع شجر الحرم طيب وما ينفر صيده حتى تخوف حمامه حرام في الحرم تطأ جراده حرام لأنه جراد من الصيد طيب بعد الحرم يجيك الدائرة اللي بعدها ما هي دائرة المواقيت ما في واحد يجي أحج عمره كذا لابس مشخص كش ملابس مزين لا يجي متواضع كاشف الرأسة ما في مخيط يزاروا رداء هذه المواقيت لا أحكام والمواقيت أبعادها مختلفة يعني أقرب ميقات إلى الكعبة قرن منازل صح؟ تقريبا 78 كيلو أبعد ميقات ذو الحليفة ميقات المدينة فوق 400 كيلو هذه المواقيت طبعا لها أحكام روح الدائرة اللي بعدها اللي كل العالم أم القرى من حولها لازم كل العالم يتجهون إلى مكة في الصلاة وممنوع استدبار القبلة واستدبار هذه مكة في البول والغاق في أنحاء العالم ومن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلوا بين عينيه يعني شوفت الدوائر الدوائر من الكعبة هذه كعبتكم هذه إلى آخر مكان في الدنيا اشتركوا في القناة شكرا